غيابات بقى بالجملة تسع غيابات عن النادي الاهلي امام الجونة تسع غيابات هقولكم دلوقتي غيابات النادي الاهلي عن مباراة الجونة واسباب الغيابات دي هم نتكلم عن كام لاعب تسع لاعبين اول واحد محمد محمود عنده الام في العضلة الخلفية والتاني محمد شريف عنده تمزق في العضلة الضمة واحمد نبيل كوكا تمزق ايضا في العضلة الخلفية طهر محمد طهر في مرحلة التأهيل من تمزق الخلفية أليو ديانج إقاف بسبب الثلاث انذارات وبدر بنون لأسباب فنية وزياد طارق لأسباب فنية وبرسي تاو في مرحلة التأهيل من إصابة في العضلة الأمامية وحسين الشحات بيستعد الإجراحة في غدروف الرجبة مستشفى الأهلي لا تغلق أبوابها لا تغلق أبوابها طيب تعالوا نروح لتطورات الإصابات في الأهلي لاعب النادي الآلي عاش تقفوا برضو مدة الغياب وتفاصيلها دكتور أحمد أبو عابلة طبيب بالنادي الآلي قال إن طاهر محمد طاهر أمامه 3 أسابيع عشان يبدأ في المشاركة في التدريبات الجماعية ده بالنسبة لطاهر محمد طاهر أما محمد شريف محمد شريف عنده شوية وقت الفترة اللي جاي هيغيب شوية وقت الفترة اللي جاي محمد شريف ضربة كبيرة للنادي الآلي صحيح مستوى قليل في الفترة الماضية بس أنت بتتكلم في لاعب كان مهم دائما لاعب من هدفين الفريق هيغيب أيضا لفترة مش قليلة ممكن تزيد عن شهر ونص ده محمد شريف من اللاعبين المهمين للنادي الآهلي وطاهر محمد طاهر هيخش التدريبات بعد ثلاث أسابيع من الآن ثلاث أسابيع وهيبقى أيضا جاهز للمشاركة واحمد نبيل كوكا عنده إصابة بمزء في العضلة الخلفية حصلت له خلال التدريبات اليوم هيغضع لفترة التقيل أيضا ثلاث أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات والمباراة محمد شريف زي ما قلت لكم هيغيب أكتر من شهر نص هو ممكن يوصل لشهرين كمان بعد مأثبات الأشعة إصابته بمزء في العضلة الخلفية برستاو شارك في جزء من تدريبات الفريق الجماعية بعدما انتهى من البرنامج التقيل الذي خاضوا الفترة الماضية للتعافي من إصابته في العضلة الأمامية في نفس الوقت شارك أيضا أكرم توفيق في جزء من التدريبات الجماعية وتم تمهيد التمهيد له للمشاركة في المران كملا خلال شهر من الآن غالبا مش هيلحق لنهاية الموسم من ناحية تانية حسين الشحات هيجري عملية جراحية في قدروف الرجبة نهاية الأسبوع اللي جاي مستشفى سباير في قطر تحت شراف الخبير اليوناني الكستاس واحد من الدكاترة الكبار جدا اللي أجروا عمليات جراحية ضقيقة في الرجبة لعدد كبير من نجوم العالم خلونا نشوف الأيام اللي جاية فيها إيه ونخلص من مستشفى الأهدي الله يكون فعون الأهلي ظروفه صعبة على المستوى الفني ظروفه صعبة على المستوى الغيابات وفي نفس الوقت عنده منافسة طاحنة في الدوري الممتاز